حيا الله أبا معاذ أهلا بكم حياك الله أخي أبو ناجي الحديث ممتع معك الله يبارك فيك وحوارك ممتع حقيقة الله يخليك وخاصة أننا نشترك في نفس الفترات تقريبا فتنشط الذاكرة لدي الله يبارك أنت ما شاء الله عليك تستفز يعني ويمكن أن تشتغل في موضوع الأثار في يعني المهارات التنقيب طيب الآن إحنا وصلنا إلى حقبة التسعينيات وهي حقبة ثرية وفيها كثير من الأمور لكن قبل ذلك أريد أن أعود بك إلى فترة مبكرة فترة التي تزوجت فيها كنت بتحكي لي قبل ما نبدأ التسجيل أنت تزوجت وأنت ما تزال طالبا نعم صحيح هذا مثلي أنا أيضا تزوجت وأنا طالب فشو قصة؟ والله هو الأمر كان فيه تفكير في الزواج في هذه المرحلة يعني كنت أفكر أن أتزوج قريبة لزوجة المهندس خيرة الشاطر من مصر يعني؟ من مصر فلما استشرت الأهل قالوا لا يعني تزوج من الأردن بيكون أسهل ومصر ممكن بعدين يعني تضطر أنك تروح تقيم في مصر فخافوا على ابنهم أن يروح منهم يعني فلما رجعت عن مصر قريبة أنا كنت سأتزوج ماليزية فأمي يعني أمي يعني ولولت ودعت الله أن تفشل الزيجة ففجلت فزوجتني بعدين من أبناء من العائلة أنا يعني كتمت على هذا الجزء اللي ولولوا فيه أنا أتكلموا كلام أكثر من ذلك يعني فقالوا لن تسافر إلا يعني متزوج من هون حتى يتأكدوا أنه ما فيه أي حصانة حقيقية أبدا حصانة حقيقية فكان وقتها علاقة الوالد وعلاقتي مع دكتور عبد العزام علاقة وثيقة فكلمت وقال لي في طالبه عندي تخرجات الآن على هذا الفصل وأنصحك تماما بها فذهبت نوية في سيارته ورفض إن يركب معي حتى يعني قدمه متواضع الشيخ عبد الله رحمة الله عليه وذهبنا قبل صلاة الجمعة دون موعد مسبق مع أهلها فجلسنا فالشيخ عبد الله ببساطة شديد جدا قال له هذا مروان تلميذي وابني وأخي وأنا جئت لأخطب له ابنتك أبوها من الإخوان؟ أبوها من محبي الإخوان واشتغل بالعمل الوطني والعمل الفدائي وكان ضابط كبير في الجيش في سلاحة المدفعية وعندما حدثت يعني العمل الفدائي التحق بالعمل الفدائي واستقال من الجيش وعندما حصلت الفتنة بين الجيش والفدائي استقال من العمل الفدائي وبقي جالس في بيها من هون جاءت علاقته بعبدالله عزام نعم قد تكون من ذلك الوقت وكان من محبي الإخوان ويشجع أبنائه أن يكونوا مع الإخوان فكان جوابه للشيخ عبدالله عزام ما دام أنت ترضى بمروان فأنا أقبل بمروان يا سلام ونادى بنته وقال لها الشيخ عبدالله عزام يعني جاء ليخطب يدك لمروان سكتت طبعا وكانت يعني يبدو عندها خبر من طرف الدكتور عبدالله عزام وتم الحمد لله زواج وكان شاهد عقد زواجي دكتور راجح الكردي رحمه الله الشيخ عبدالله كان وقتها مسافر فلم يحضر العقد يعني طب بتقول لي والدك كانت تربطه علاقة معرفة وصداقة بعبدالله عزام نعم بحكم تردده على مساجد الصلط وزيارات الشيخ عبدالله كان اجتماعي وكان قريب للناس ولم يكن يغيب الحقيقة عن أي مناسبة من المناسبات في مناطق البلقاء والصلط وكان يسكن في منطقة الكمالية فالوالد من وجهاء الصلط وكان له حضوره الاجتماعي في كافة المناسبات وكان محب للإخوان وكان يشجعنا دائما على أن نكون مع الإخوان وكان يفتخر بهذا الجانب أمام يعني أقرانه وأصدقائه ويحثهم على أن يرسلوا أبناؤهم لأنه مدرسة تعلم الاستقامة وتحافظ على الشباب من الانحراف ويعني تنعكس آثارها على تربية الأبناء في البعد عن الانحرافات والمخدرات والقضايا هاي كلها فبالتأكيد هي بالنسبة للأب مجال للراحة أن يرى من يساعده على تربية أبناء وتربية صلحة وعلى ضبطهم وعلى ضبطهم لأنه بنعكس عليه بالأخير وعلى الأسرة ككل طيب الآن مرحلة التسعينيات التي وصلنا إليها في نهاية الحلقة الماضية قل لي إن كنت تتفق معي أو إن كنت تخالفني فأريد أن أسمع وجهة نظرك أنا أظن أن مرحلة التسعينيات كانت مرحلة ثارقة في تاريخ الحركة الإسلامية في الأردن بل وربما حتى في تاريخ الأردن لسببين السبب الأول هو دخول الإخوان مضمار العمل السياسي بزخم كبير رغم أنك قلت لي في الحلقة الماضية بأن أبا ماجد رحمة الله علي عبد رحمة الله لم يكن يرغب في ذلك وكان متوجسا هذا الدخول في العملية السياسية فتحهم على الناس وفتحهم على بعض ومدأت تظهر نقاط القوة والضعف العامل الآخر هو أن حرب الخليج الأولى التي جاءت بعد غزو صدام للكويت بتقدير الله انتهت بمؤسسات حماس التي كانت تعمل في الكويت موجودة على الساحة الأردنية نعم وهذا كان له تأثير على النظام وعلى الإخوان لأن حماس بالأساس هي مؤسسة من مؤسسات الإخوان نعم وأضمنك أشرت إلى ذلك أنه هي كانت لجنة من لجان الإخوان لجنة فلسطين في البداية ثم أصبحت أكبر حجما وأكبر قدرة بحيث أنه ينطبق عليها الآمة التي وردت ربتها التي تريد ربتها أنا أظن أنه أن هذين العاملين معا صاغى معظم أحداث تلك الحقبة أنا أتفق تماما معك أن هذه المرحلة مرحلة الانفتاح الكبير على الإخوان كان لها تداعيات كبيرة وهذه التداعيات كان من أسبابها أن البنية التنظيمية للإخوان والبنية التربوية للإخوان والرؤية الاستراتيجية للجماعة لم تكن مهيئة لهذا الانفتاح بمعنى أن الإخوان كانوا يعملوا كجماعة تربوية ولم يعدوا أنفسهم أبدا ليكونوا على مستوى الدولة وعلى مستوى مؤسساتها ولم يربوا كوادرهم القيادية لكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة ومجلس النواب والحكومة فعدا عن أن الأطر التربوية الداخلية للإخوان كانت تربي الإخوان على نوع من العزلة الشعورية عن هذه الأنظمة وأنها رجس من عمل الشيطان وأن هذه الأنظمة أنظمة جاهلية وأنها تحكب بغير بأنزل الله فعندما يدخل ويقترب أحد من الإخوان إلى هذه المؤسسات يشعر الإخوان أنه قد دخل في دوائر الشيطان وربما من أبرز الأمثلة على ذلك إسحاق الفرحان رحمة الله عليه نعم عندما دخل في الحكومة جمدوا عشر سنوات لكنه بقي على العهد والوفاء حتى عاد إلى الجماعات ثم بعد ذلك بسام العموش ثم بعد ذلك عبد الرحيم العكور وعبد الله العكايلة وكثيرين بقيت العقلية الداخلية في داخل الإخوان عقلية تنظر بسلبية إلى المشاركة في مواقع صنع القرار طبعا في ذلك الوقت كان هناك تناضل يعني فكري وسياسي من قبل مجموعة من القيادات الواعية في الإخوان لمحاولة تفتيح أقول الإخوان إلى أهمية الدخول في مواقع الدولة والتأثير على قرارها والتخفيف من هيمنة تيار أو جيل علماني تغريبي يستهدف الإسلام ويستهدف القيم الإسلامية في الدولة الأردنية وكان في ذلك الوقت من رموز هذا التيار الله يرحمه دكتور سحاط الفرحان والأخ عبد الله العكايلة ويوسف العظم وكان في كل اللقاءات أبو جهاد الأستاذ يوسف يتحدث عن ضرورة تأهيل كوادر إعلامية وأهمية الإعلام بالنسبة للدعوة الإسلامية ويطرح مثل هذا الموضوع لكن الماكنة كانت متكلسة متشنجة تعيش ماضوية الحقيقة صعبة وهذا انعكس على شكل صراع داخلي داخل الإخوان بين تيارين تيار وسطي منفتح يريد أن يتفاعل مع المجتمع ويريد أن يحقق مزيد من الكسب لمواقع داخل الدولة لحماية مكتسبات الجماعة ومكتسبات العمل الإسلامي في المجتمع وتشكيل مظلة أيضا للعمل الجهادي في فلسطين وإسناد الإخوة في حماس في عملهم ضد الاحتلال وتيار آخر منعزل تيار يؤمن بالمقاطعة يؤمن بالعزلة ويرى أن هذا الفكر هو فكر انهزامي فكر يريد أن يسلم الجماعة إلى الدولة وهؤلاء مجموعة من المستوزرين طبعا هذا الشق من الإخوان لم يكن متأثرا بتجربة محلية في الأردن إنما هو كان متأثرا بتجارب الإخوان في البلدان الأخرى يعني الأردن لم يبتلى الإخوان فيه ابتلاءا شديدا مثل ما حدث في مصر أو في سوريا كان جزء من هذا أخي عزام جزء من هذا الأمر الحقيقة كان متأثر بتجارب إخوانية يعني كما تفضلت في مصر والصراع الذي جرى مع النظام ما جرى في سوريا ما جرى في العراق لكن كان فيه نوع من الصنف متأثر بأحداث السبعين والصراع الذي جرى بين الدولة وبين التيار بأحداث أيلول بأحداث أيلول وشيء الحقيقة يعني مؤلم أيضا أن بعض القيادات التي تزعمت هذا التيار كان لها تجارب مع حزب التحرير فمتأثرة حاملة معهم نعم فيه يعني الأخ محمد أبو فارس رحمه الله على فضله وعلبه الأخ أبو فارس كان في حزب التحرير ثم انتقل إلى الإخوان ودخل مع الإخوان لكنه بقي متأثر بنظرة حزب التحرير إلى الأنظمة السياسية وتعامل بهذه الروح مع كل إخوان وكان يعني وصول الأخ يعني أبو فارس ومعه مجموعة دون أن أسميها الآن يعني بعضهم لازال على قيد الحياة شكلوا الحقيقة عامل تصفي وطرد لكثير من القيادات المعتدلة القيادات المرنة القيادات التي كانت تشكل يعني سرب بين النسور الذي يحمي مكتسبات الجماعة تعرف الآن أنا فهمت شغلي ما كنت فاهمها أنا لم أكن أفهم لماذا كان يتخذ هذه المواقف يعني في مرة لما كنت أنا مدير مكتب نواب الحركة الإسلامية واجهته قلت له أنت بالأمس عملت مقابلة صحفية الصحيفة اللي نشرت المقابلة صدرتها ب حمد أبو فارس المشاركة في السلطة حرام فقلت له طبعا أنت عضو في البرلمان وهو جزء من السلطات قال لي لا أنا مشارك بالسلطة مشاركة بالسلطة هي الوزارة قلت له لا البرلمان جزء أساسي من السلطة السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية وظل مصرا على أنه هو يحرم الوزارة لكن لا يعتبر النيابة محرمة أعتقد أنه كمان كتب كتاب في هذا الجانب وأصدره رغما عن الجماعة الجماعة حاولت أن تمنعه من إصدار هذا الكتاب مخالفته لرأي الجماعة فيه وصدر كتاب بهذا الأمر لكن للأسف كان فيه هيمنة على هذا الموضوع وكان هذا يجد الحقيقة آذان صاغي لدى شباب الإخوان الذي تربى على الزهد في مواقع الدولة والنظرة السلبية للحكم والاعتبار أن هذه الأنظمة هي أنظمة عميلة وأنظمة عدوة وأنظمة كافرة ولا تحكم بالإسلام فهذا التيار المتشدد كان يتسلح بهذه الجذور الفكرية التي يتربى عليه الإخوان خاصة في بعض الكتب التي تتحدث عن المجتمع الجاهلي وبعض الأدبيات التي تتحدث عن معاناة الإخوان في السجون كما تحدث في مصر وفي سوريا وفي العراق وأسقطت هذه التجارب السلبية على واقع تجربة في الأردن لم تكن بهذه القسوة ولم تكن بهذا السوء ولم تكن بهذه السلبية هذا يعني جانب الحقيقة أدى إلى صراع داخل الإخوان استنزف جزء كمير من القيادات الشابة الواعدة وأخرج عقليات وقيادات كثيرة من الإخوان خسرتها الجماعة نتيجة هذا الصراع ونتيجة هذه العقلية المتطرفة التي أنا أعتقد أنها كانت تشكل خطر كبير على الجماعة طبعيا المشكلة كمان أن هذا التيار المتشدد جل رده على التيار الذي يمكن أن نسميه بالتيار الوسطي أو الراغب في خوض تجربة المشاركة هو التخوين والاتهام في ضمائرهم وفي نواياهم التهام بالعمالة هذا جزء يعني كدث أحيانا تستباح الأعراب بحجة بصلحة الدعوة ويتهم بعض الصادقين بينهم عملاء للدولة وعملاء للمخابرات أيضا في صراع صار على الانتخابات صراع على مكتسبات سياسية يعني إحنا شهدنا يعني صراع مؤسف في كثير من الشعوب بين الإخوان مين اللي بدي يكون في الانتخابات النيابية يعني نحن نزهد في السلطة ونتقاتل على السلطة نظهر الزهد في هذه المواقع لكن نتكالب على هذه المواقع فأنا أعتقد أنها أدت إلى هذا الجانب الجانب الآخر أن هناك صراع جرى أيضا بين الحزب وبين الجماعة لما شكلوا جبهة عمل إسلامي يعني الله يرحم الأستاذ أحمد غطيش أراد أن يتحدث أو أن يشكل حزب يكون إطار واسع لاستيعاب الإسلاميين وكانوا كثر تذكر وقتها بني المستشفى الإسلامي وساهم فيه كثيرين من الخيرين في جمعية المركز الإسلامي حمد الطبع ومانغو ورائف نجم وكثيرين من الرجالات البلد اللي كانوا في ذلك الوقت ليسوا من الإخوان لكنهم كانوا في إطار حول الإخوان فأعتقد أن الصراع اللي جرى بين الجماعة وبين الحزب سببه أن الجماعة لم تكن مضمئنة إلى أن هذا الحزب سيكون تحت السيطرة فوضعوا 14 شرط قيدوا فيه أعمال الحزب منها أن الأمين العام تختار الجماعة المكتب التنفيذي يختار الجماعة القرارات السياسية المفصلية في المشاركة والمقاطعة تتخذها الجماعة طيب شو الحزب بدي يكون؟ الحزب عبارة عن دي يكون بل بتعرف أنت مرة حصل حاجة كنت أحضر معهم جلسة من جلسات الهيئة التأسيسية لأنه أنا كوني مديري المكتب بأخذ منتس بأخذ يعني نوتس أنون محضر فدكتور عبدالطيف عربيات رحمة الله عليه ومعه أبو بلال أحمد الزاهد يؤكدون للحضور وفيهم بعض شخصيات ليست من الإخوان تنظيميا بأن مرجعية هذه الهيئة هي نفسها مرجعية ذاتها فيعلق أحد الشخصيات البارزة من تيار نأسف أنه نسميه المتجدد ويقول لا هذا كلام غير صحيح مرجعية هذه الهيئة هي المكتب التنفيذي نعم وهذا أدى إلى انسحاب بعض الشخصيات المستقلة بالتأكيد أنت تذكر الاجتماع مجلس الشورى الأول أنا كنت يعني عضو في الهيئة التأسيسية لحزب جبانة العمل الإسلامي قدمنا لتأسيس الحزب 312 شخصية على ما أذكر أنا كنت أحد يعني هؤلاء الإخوة وعند مجرة الانتخابات وكنت أنا مرشح يعني وفزت كعضو مجلس الشورى عن منطقة البلقة والسلط في هذا المجلس للأسف تمت الكولسة لإسقاط المستقلين بدل أن نستوعب المستقلين تم إسقاط المستقلين وللأسف قبل جلسة الانتخابات المستقلين جمعوا مبلغ ضخم جدا يعني لا أذكره لكنه مبلغ كبير يعني 200 ألف أو إشي زي هيك لدعم تأسيس الحزب وكان منهم يوسف حمدان الجبر ورائف نجم وحمد الطباع وعندما وجدوا أنفسهم أنهم لم ينتخبوا لا واحد فيهم من الهيئات وأن الإخوان كانوا معممين أسماء محددة لانتخابها في مجلس الشورى الحزب للناشئ الجديد وهؤلاء لم يؤتمنوا حتى أن يكونوا جزء من مجلس الشورى فانسحب عدد كبير منهم حوالي 100 ويزيت وهذا كان امتحان صعب أول امتحان على عدم قدرتنا على استيعاب الآخرين فما بالك أن نستوعب أنفسنا في الداخل لذلك كان هناك الحقيقة أخي عزام صراع بين الحزب وقيادة المرنة المعتدلة التي كان في طليعتها الدكتور إسحاق ومعه أحمد قطيش ومجموعة الدكتور عبداللطيف عربيات والنواب وقيادة الجماعة التي كانت تمثل نوع من الكنترول والسلطة الخفية التي تتحكم بقرارات الجماعة السياسية قرارات الحزب السياسية هذا من ما أضعف الإخوان في ذلك الوقت وأفشل مشروع الحزب وللأسف أنه أفشل مشروع الحزب وأوصل الحزب إلى مرحلة أنه لم يعد جاذب للناس لأنه صارت الناس تحس أن هذا الحزب عبارة عن فترينا للإخوان وليس حزب حقيقي يعبر عن إرادة أعضاؤه وأن القرار يصدر عن الأعضاء في موافقتهم أو معارضتهم لأي قرار هذا جعل كما قلت وضع الجماعة في بلبلة وفي نوع منهم أعتقد هذا جزء من هل هذا هو الذي أدى إلى أو كانت هل ذلك كان بداية تبلور التيار الذي أصبحت جزءا منه فيما بعد قبل هذه النقطة أذكر لك أن الشعر التي قص من ظهر البعير بين الحزب والجماعة هي لحظة فاصلة في عام الـ 97 عندما بدأت تحضير الإجراء الانتخابات الانتخابات التي قاطعةها الإخوان أيها فجرى استفتاء لقواعد الإخوان وقواعد الحزب وكانت النتيجة كما تعلم أنت من المتابعين أكثر من 60% مع المشاركة وأنا على الأقل كنت أضو في لجة الانتخابات استقطبنا النتائج وفتحنا الأوراق في داخل الشعب ورفعناها كلها إلى أمنت السر وإلى المكتب في ذلك الوقت في الحزب والإخوان في هذه المرحلة كانوا يعني يحملوا نوع من عدم الارتياح والقلق من القيادة السياسية للجماعة للنواب وللحزب فأراد الإخوة في ذلك الوقت وخاصة المجموعة التي تتشكلت باسم الوسط الذهبي في الجماعة أرادوا أن يدفعوا باتجاه مقاطعة الانتخابات في ذلك الوقت لأن الوسط الذهبي يعني هو جاي ما بين الصقور والحمائم؟ يعني هذا إليه قصة من إحتياجها يعني هذه التصريفات قد لا تكون واضحة للسامع يا سيدي هي مجموعة من الإخوان الشباب كان يترأسهم الأخ عماد أبو دية وسالم فلاحات ورحية الغرايبة وجميل أبو بكر في ذلك الوقت وأعتقد كان معهم الأخ هيثم أبو الراغب هذه المجموعة يعني كانت تطرح نفسها أنها يعني بديل عن الصقور وبديل عن الحمال وهذا هو مقتل هذه المجموعة وهذا هو الخطأ الكبير في رأيي الذي ارتكبته هذه طب هؤلاء كانوا يريدون المقاطعة؟ هؤلاء أرادوا المقاطعة بل هم من نظر للمقاطعة ودفع باتجاه تغيير قناعات الإخوان وبدأوا يزور الشعب ويزينوا قرار المقاطعة وأن المشاركة عبثية في هذه المرحلة بعد التصويت؟ بعد التصويت وقلبوا قناعات الإخوان واشتغلوا باللوبينغ داخل الشعب واستصدروا قرار من مجلس الشورى بمقاطعة الانتخابات خلافاً لما أجمع عليه الإخوان؟ خلافاً لما أجمع عليه الحزب وقواعد الحزب اللي هي قواعد الإخوان في المحافظات طبعاً هذه كان لها دوافع الحقيقة أيها خليناً بس أفهم منك النقطة هاي مروان يعني الذين صوتوا بنسبة 60% على المشاركة هم قواعد الحزب قواعد الحزب هم إخوان صحيح لكن الإخوان بعتبروهم شي يعني ممثلين لهم لا لا هم قواعد الحزب كانت 99% منهم إخوان صحيح فهذا الوسط الذهبي ذهبوا إلى مظلة الإخوان الرسمية ليبطلوا هذا التصويت وأعادوا الانتخابات في شعب الإخوان لاستصدار قرار باتجاه مقاطعة الانتخابات وكان هناك أهداف خفية في تقديري هي إقصاء عدد من رموز الإخوان الذين برزوا في العمل النيابي ولم يكن أداءهم يروق لقيادة الإخوان في ذلك الوقت لأنه كان عندهم شعور أن هذه القيادة السياسية تتقدم عليهم في العمل السياسي وأن هذه القيادة النيابية المتمثلة بعبداللطيف وبسام وعمد الله عكايلة ومحمد عويضة وهؤلاء تقدموا على الجماعة أصبحوهم وجه الجماعة فالمكتب التنفيذي للإخوان يريد أن يكون هو الجهة والقبلة التي تتحدث معها القوى السياسية والدولة وأجهزتها والملك فهذا بالنسبة لهم شكل نوع من الدافع لإقصاء هذه الرموز فأنا على الأقل في تلك الفترة إحنا كنا في موقف الحياة مجموعة في الصلط مجموعة واعية كانت تقود العمل في الصلط على مستوى الشعب كلها دعوت إلى لقاء في بيتي دعوت قيادة الإخوان كلها وقيادة الحزب وعدد من النواب إلى غدا وتحدثنا يا إخوان إحنا حاسين أنه في أزمة بينكم ممكن نحل هذه الأزمة ونتحدث فيها الآن فكان رأي أحد الإخوة من تيار الوسط الذهبي قال ليس هذا المجال مجال الحديث في هذه القضايا إحنا مدعوين على غدا أوس أنا طبعا ما دعيتهم للغدا عشان الغدا يعني دعيتهم بدنا نحل مشكلة موجودة وكنت متحدث بلسان مجموعة الإخوة اللي في شعبة الصلط لكن لم يكن هناك رغبة حقيقية في حل هذه المشكلة بل كان الرغبة في إقصاء مجموعة من الوجوه بذريعة المقاطعة للانتخابات طيب خلينا نرجع للقصة هاي بتفصيل أكثر بعد الفاصل إن شاء الله تمام إذن كأن قرار الإخوان مقاطعة الانتخابات عام 1997 لم يكن له علاقة بالدولة ولا بالموقف من الدولة وإنما كان له علاقة بالصراع المحتدم داخل صفوف الجماعة هذا الذي فهمته بكل تأكيد لأنه لم يكن له مبررات وربما من هنا يأتي شعور ناس مثل عبدالله العكايلة وبسام لعموش بالمرارة الشديدة تأكيد إنه موضوع مش موضوع مبادئ نعم القرار كان نتيجة صراعات شخصية داخل الإخوان ولم يكن يستند إلى مبررات حقيقية وحاولت أنا في ذلك الوقت أن أفتح حوار بين دكتور عبدالسلام المجالي كان نائب عبدالله نسور مع الإخوان لمحاولة تلطيف الأجواء وكانت تواجه هذه المحاولات بالصد من الإخوان وليست من قبل الحكومة للأمانة وكان في ذلك الوقت عبدالمجيد الدنيبات هو المراقب العام وكان نائبه فيما أعتقد الأخ خيمات أبو دية ومعه مجموعة من الإخوة كانوا لا يقبلوا أبدا هذا الحوار ورفضوا قالوا من طلب منك أن تفتح حوارا بيننا وبين الدولة نحن لا نريد أن نشارك في الانتخابات نقطة طبعا أنا كنت أدرك ومعي مجموعة من الإخوة نتيجة علاقتنا بقيادة الحزب وبالدكتور إسحاق وبحمزة منصور وبالتيار المنفتح داخل الإخوان أن المقاطعة تشكل خطر حقيقي على الجماعة وأنك عندما تخلي مواقعك سيحتل هذه المواقع أشخاص آخرين وعندما تغيب عن البرلمان في المحافظات سيبرز قيادات جديدة يصعب عليك أن تعود إلى مواقعك مرة أخرى في كل الدوائر في إربد والزرطة وغيرها من المحافظات وأن المشاركة هي مضلة تحمي الجماعة وتحمي مكتسباتها وتحمي مشروعك الإسلامي في الأردن ويمكن أن تشكل أيضا مضلة لشغل إخواننا في حماس في مشروعهم الذي يواجه ضغوط كبيرة جدا من داخل الأردن ومن خارج الأردن لذلك بعد هذه المقاطعة بسنتين تم إخراج قيادة حماس وتم يعني الإطاحة فيها أنا أعتقد أن هذا القرار كان قرار مؤذي جدا للإخوان ونتج أننا بدأنا نتحدث بسلبيات هذا القرار وعندها القيادة لم تكن قادرة على تبرير هذه الفعلة التي فعلتها أو هذه الجريمة التي ارتكبتها بحق الجماعة ولجأوا إلى محاولة إسكاتنا بالمحاكمات وكنا مجموعة إحنا يعني حوالي عشرة في الصلط ومعنا مجموعة من الإخوة في المحافظات الأخرى كنا ضد هذا القرار لأننا نعتقد أنه هذا القرار مسيء للجماعة ولم تكن لنا مصالح شخصية في هذا القرار ما فيه ولا واحد مننا إحنا مرشح أو كان يرغب أصلا بالترشيح إحنا عمورنا ما رشحنا نفسنا لأي موقع لا داخل الجماعة ولا خارج الجماعة لا موقع بلدية ولا موقع غرفة تجارية ولا موقع نيابة إحنا كنا من فئة الحرفين اللي كنا نشتغل دائما لفضل خلف الكواليس لإنجاح الإخوة الآخرين سواء كانوا من تيار الصقور أو من تيار الحمام إذا صحت التسمية طبعا بعد هذه الفترة بعد هذا القرار يعني بدأت قواعد الإخوان تحس بفداحة هذا الأمر والتصادف أنه بدأت الجماعة يعني تعاني من صراع داخلي وأيضا حصل فيما أعتقد محاولة اغتيال قبلها فترة لخالد مشعل نعم وفي 97 برضو يعني محاولة الاغتيال كانت بال97 أعتقد نعم وبعدها كما قلت بفترة بسيطة تم إخراج قيادة حماس هذه المرحلة حصل نوع من أي الصراع أيضا محماس يعني صار شعور عند قيادة الإخوان أن هؤلاء الشباب الذين جاءوا من الكويت وكانوا يشكلوا قسم يتبع للجماعة في الأردن اسمه قسم فلسطين وهؤلاء كانوا يقدموا تقاريرهم يعني وكل ما يحتاجوا وكل ما يتطلب له عملهم الجهادي في فلسطين إلى قيادة الجماعة بعدها تم استقلالية هؤلاء الشباب من خلال جهاز أصبح تابع لتنظيم العالمي ولمكتب الإرشاد فالإخوان ظلت عندهم هذه تشكل مشكلة ومعضلة نفسية أن هؤلاء الشباب تمردوا علينا أو كبروا أكثر من الجماعة خاصة أصبحت هناك إمكانات مالية ضخمة لحركة حماس نتيجة التأييد العالمي لجهاد إخواننا في غزة وفي الضفة الغربية وبدأت عمليات استشهادية نوعية تحدث أوجعت الكيان الصهيولي في عدة مواقع في العفولة وفي تل أبيب وفي غيرها عمليات تفجير باصات عمليات استشهادية هذا بحد ذاته جعل هناك نوع من الزخم الشعبي في العالم الإسلامي كله تأييد لحركة حماس الإخوان في الأردن كان لهم زاوية أخرى يتعاملوا فيها مع حركة حماس أنا على الأقل ومعي عدد من الإخوان لم نكن ننظر لحماس على أنها فصيل فلسطيني ولم نكن ننظر إلى قضية فلسطين على أنها قضية تخص الشعب الفلسطيني وإنما لدينا قناعة راسخة أن الأمة لن ترى النور والشعوب العربية لن تنعم بالحرية ولا بالكرامة ولا بالديمقراطية ولا بالاستقلال ولا بالمشاركة في صنع مستقبلها ما دام سرطان موجود في فلسطين وأن الخطوة الأولى لتحرر إرادة الشعوب العربية كلها حقيقة هي في أن يزول هذا الكيام ولذلك حماس لم تكن مشروعا فلسطينيا بقدر ما كانت مشروع أمة يمكن أن يسهم في إسعاد السوري واللبناني والعراقي واليمني لأن هذا المشروع الذي يحظى بدعم الغرب هو وكيل ونائب عن الغرب المستعبر الذي جاء لنا بعد الخلافة العثمانية وزرع فيه داخل هذه المنطقة ليدير مصالح الاستعمار ويحرم هذه المنطقة من أن يكون لها أي حق ولذلك لم تستطع دولة عربية واحدة من المغرب العربي وحتى آخر نقطة في المشارك من أن تختار نظامها السياسي من خلال ديمقراطية حرة عكس كل دول العالم عكس كل الدول الأفريقية عكس كل الدول اللي في جنوب أمريكا نحن مرهونون بوجود هذا الكيام السرطاني الذي يؤثر لذلك يعني مناعتنا كانت في دعم هذا المشروع وفي الإيمان بهذه الحركة على أنها طليعة مشروع الأمة في التحرر وليس طليعة مشروع الشعب الفلسطيني اللي عليه فعلا عبء يعني أكثر شوي في أن يواجه هذا المشروع وأن يواجه هذا الكيام يعني صار في تغير كبير في نظرة قيادة الإخوان في الربع الأخير من تسعينيات القرن الماضي مقارنة بموقف قيادة الإخوان في مطلع الثمانينيات لما تشكلت لجنة فلسطين يعني لما تشكلت لجنة فلسطين يبدو لي أن الإخوان كان لديه مضوح في الرؤية أن هذه القضية فلسطين قضية إسلامية ومن هذا الباب هي تستحق أن ننشئ لها جهازا يتخصص في العمل فيها ليس من باب قومية أو وطنية فلسطينية وإنما من باب واجب إسلامي الأزمات اللي صارت داخل الصفوف الإخوانية في الأردن كأنها بدأت تكرس فكرة الجهوية أحنا أوضح لك هاي دقطة خطط الجماعة على الأقل في المرحلة اللي أنا كنت في مواقع يعني قيادية فيها وكنت أطلع عليها كانت باستبرار تعتبر أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة في وجود يعني ما سمي بالوسط الذهبي برز مصطلح جديد اسمه الهم الأردني بمعنى أنه إحنا في الأردن حقنا أن يكون لنا رؤيتنا في يعني في أن يكون هم الحركة الإسلامية هي الأردن وقضية فلسطين زيها زي قضية كشمير زيها زي قضية البوسنة زي أي قضية من القضايا الإسلامية وأعتقد أن هذا يعني فيه خطأ كبير جدا أيه بس هاي النظرة إيش سببها؟ هاي النظرة الغيرة مثلا؟ هاي النظرة يعني لها أسباب جزء منها الصراع الشرق أردني مع الصراع الغرب أردني في داخل الجبارة حصل يعني نوع من الصراع الداخلي وبعتقد أنه تم تغذية هذا المفهوم من قبل الانتقادات كانت توجه من قيادات في الدولة الأردنية إلى الجماعة أنه أنتوا يعني فصيل أصبحتوا فلسطيني أنتوا أغلبيتكوا يعني أصبحت فلسطينية فبدهم يثبتوا أردنيتهم فحتى نثبت نحن أردنيتنا بدنا نقول أنه إحنا يعني بدنا نبتعد عن قضية حماس هذا جزء الجزء الآخر السلبي الحقيقة في ممارسات حصلت أنه أصبحت يعني هناك محاولات أو قرارات تتخذ ضد يعني الشرق أردني في داخل الجماعة فتم تصفية عدد كبير يعني بحجج المخالفات في حين أن مخالفات يعني آخرين كانت يغضي الطرف عنها يعني أحداث اليرموك وقتل ثلاثة فيها لم تشكل لجه التحقيق ولم يحاسب الشخص اللي كان مسؤول في ذلك الوقت اللي هو كان محمد أبو فارس عن هذه الأحداث في حين تم فصل عبد الله العكايلة وتم فصل عبد الرحيم العكور وتم فصل عبد شسمو بسام العموش وتم فصل عشرات وزياد أبو غنيمة فقط لأنهم كانوا ينتقدوا إحنا كمان نفس الطريقة تحاسبنا ونتحاكمنا وانفصلنا لأننا انتقدنا قرار المقاطعة هذا ذنبنا اللي إحنا ارتكبناه فبالتالي يعني أصبحت الجماعة ساحة يعني لصراعات وتصفية داخلية هذا بحد ذاته كان يعني مبرر لكثيرين من العقلاء وكان على رأسهم الدكتور إسحاق والشيخ حمزة والدكتور محمد عويضة وبسام وإحنا للتفكير في إطار جديد يعني مدام الجماعة أجهضت مشروع الحزب في المشاركة السياسية وأسقطت قرار المقاطع إسقاط وألغت نتائج الانتخابات ومنعت الفز وفرضت قرار المقاطعة فرضا على الحزب فهذا الحزب لم يعد له فائدة وكان هناك مصطلح لأخونا يعني أبو عاصم الشيخ حمزة كان يقول يا أخوان الحالة صعبة وفالج لا تعالج ما في فائدة بس هو مخرج من الجماعة كما فعلتم خلينا أحكي لك إحنا التقينا في بيت الدكتور إسحاق الفرحان في هذه الأزمة وكان يعني في مجموعة من الإخوان موجودين وكان دكتور إسحاق غاضب وكان يعني قد هدد أو قدم استقالته واعتكف عن العمل في الحزب فترة يعني أكثر من شهر تقريبا وكان يعني دفع باتجاه أنه لا بد من تشكيل حزب جديد يكون حزب حر غير مقيد بالشروط الأربعطاش ولا بد يا أخوان أنه فإحنا قلنا لا إحنا بنأيد هذا الأمر فقال اذهبوا بهذا الاتجاه وأنا أدعم بهذا الأمر بكل ما أستطيع فروحنا إحنا اشتغلنا على هذا الأساس كنا مجموعة ومعنا الأخ بسام وانطلقنا بتشكيل الحزب وتشاورنا مع مجموعة حوالي 126 شخص وقدمنا يعني بعد حوالي سنتين من بعد السبعة وتسعين إلى وزارة الداخلية بالألفين ألفين وواحد تقريبا وحصلنا على ترخيص لتأسيس حزب إسلامي يكون إطار أوسع يستوعب يعني العمل الإسلامي دون أن يكون لهذا الحزب أي خصومات مع الإخوان ودون أن يكون خاضعا لهم ودون أن يكون مقيدا بالشروط التنظيمية للإخوان وكان يعني أخذت ترخيص نعم حصلنا على ترخيص بإسم إيش الحزب حزب الوسط الإسلامي وكنا نقول نحن خرجنا للإخوان ولم نخرج على الإخوان وطبعا بدأت هناك حملة شديدة جدا على مؤسسي الحزب إنه هذا حزب الدولة وحزب المخابرات وحزب العملاء وحزب يعني شأن أي حركة أو مجموعة بتخرج من أي حزب شمولي يعني أيديولوجي تواجه بحملة شديدة جدا وفي المقابل لم نكن يعني نقابل الإساءة إلا بالإحسان والحب والود والاحترام طبعا أنت خرجك من الإخوان السابق على تشكيل الحزب أو بعده جاء قبيل تشكيل الحزب قبيلها بفترة بسيطة إحنا يعني هاي قصة لابد نوضحها يعني بشيء من التفصيل إحنا طبعا لما بدأت المحاكمات لنا على موضوع المقاطعة يعني حاكموكم لأنكم رفضتم المقاطعة لأنه إحنا كنا ننتقد قرار المقاطعة وتوجه هذا الفعل بأنه رح نزورنا الدكتور عبدالله العكايل إحنا كل سنة كان عبدالله العكايل يزوء يعني ينزل الانتخابات نروح مجموعة الدكتور أحمد نوفال والدكتور بسام وأنا لله عبد ومجموعة من الإخوة نجمع من بعضها ككل واحد مبلغ بسيط جدا نقدم دعم له في حملته الانتخابي فروحنا عليها الطفيلة عبدالله استقال من الإخوان ونزل كمستقل فإحنا رحنا يعني دعما له ليس يعني نكاية في الإخوان ولا مناكفة للإخوان ولم نشارك بالانتخابات المناسب نحن لم ننتخب يعني المجموعة كلها لم نذهب إلى صناديق الاقتراع يعني مجرد وقوفكم معهم فقط إحنا من باب يعني ذكر يعني تاريخ حفاظ على يعني صلة رحم يعني ولا تنسوا الفضل بينكم رحنا زرنا الأخ اللي بيننا وبينه تاريخ حافل طويل من الحياة مع الإخوان فروحنا زرنا ويعني جلسنا عنده هذه الليلة وتعشينا عنده وروحنا فكتب فينا أحد من كان في الإخوان والآن خرج كتب فينا تقرير لقيادة الإخوان قال نمي إلي أن فلان وفلان وفلان زاروا عبدالله العكالي في مقره أرجو العلم فالقيادة الإخوان فورا شكلت لنا المحاكم وحاسبونا ليش نزور عبدالله العكالي يعني إحنا ما كان في قرارات الإخوان ممنوع زيارة الناس اللي بدهم يشاركوه في حين أنه بعض الإخوان استقبل مرشعين يعني من كل المحافظات كانوا يستقبل مرشعين في بيوتهم والإخوان مقاطعين فهذا كان هذا نتيجة مناكبة فيها بالتأكيد يعني إحنا شعروا أنه إحنا المجموعة اللي في الصلط لم نعود محسوبين على أو على قد إيد يعني مجموعة الوسط الذهبي في نفس الوقت كان لنا موقف مؤيد لحركة حماس في صراعها مع قيادة الجماعة في ذلك الوقت وكنا أيضا نعمل لمحاولة تبريد الأزمة بين قيادة حماس وبين الدولة في عام التسعة وتسعين هذا كله تجمع لاتخاذ قرارات كانت ضدنا فإحنا لم نناكفل للجماعة قلنا لهم يعني أنتم يعني أخذتوا هذه القرارات ظلما ولم يعهد علينا بتاريخنا اللي ممتد من ثلاثين سنة أن خلفنا يوما واحدا أو أخذنا لفت نظر فكان صعب علينا يعني تلقي مثل هذا الأمر طبعا يعني كانت هناك محاولات جهود من بعض الإخوان العبدالله الخباص يعني الأخ سالم فلحات وغيره لمحاولة يعني إحداث نوع من التصالح وهون بحب يعني أوضح نقطة بجوز ذكرها الأخ سالم في كتابه وأعتقد أنها لم تكن دقيقة نحن يعني أنا آخر واحد كنت في المجموعة اللي في السلط راغب في أن يعني أترك الجماعة وحقيقة كان أصعب موقف في حياتي أن أشعر أنني أغادر يعني سرب عشت معه يعني عمري الحقيقي وأن أبتعد عن أناس يعني يعيشوا معي وأعيش معهم لكن عندما يعني فرض هذا الأمر طبعا كانت جزء من الجهود أنه نكتب رسالة للمراقب العام نعبر فيها عن أنه إحنا انتقادنا للقرار كان لمصلحة الجماعة وأنه لم نقصد في يوم من الأيام الخروج على الجماعة وليس في نيتنا يعني لا تشكيل حزب ولا معارضة الجماعة فكتبنا هذه الورقة وأنا كنت أول من وقعها وطلبت من الإخوة وراجوتهم أن يوقعوها وكان بعضهم متردد في التوقيع ووقعوا وأخذتها وسلمتها للمراقب العام في ذلك الوقت في بيته وقال لي خلص الأمر هيك انتهى وأفاجأ أنه بعد ما سلمنا جاءنا أمين سر الشعب كان في ذلك الوقت الأخ حمران جنيدي يبلغنا بقرارات التجميد والفصل والمحاكمات يعني بمعنى أنه إحنا ودينا الرسالة ولم يؤخر بها أو أن المراقبة العامة بيعرضها لا أعرف عن ذلك بعد ذلك شو حصل إنما إحنا سلمنا الرسالة التي تتضمن استعدادنا للالتزام لكنهم لم يفوا من جانبهم بطي هذه الصفحة وعودتنا الطبيعية لصفوف الجماعة مما دفعنا إلى إعلان رسالة مفتوحة إلى المراقب العام أعلننا فيها أن الجماعة الآن تسير بخطوات مضطربة وأن الجماعة في خطر وأن الجماعة خرجت على ثوابت التأسيس التي أسسها الإمام البنة وأن الجماعة تزهد بقياداتها وذكرنا مجموعة الأمراض التي يعاني منها الصف في ذلك الوقت وقابلنا وقتها الأمين السر كان باود قوجق رحمه الله فقال يا إخوان أنا بنصحك وخليكوا تحتها القارمة لأنه المنزل من تحتها القارمة عمره ما بده قوم له قايمة بالمصطلح هذا فهذه استفزتنا بصراحة واحنا شباب صغار يعني مش كبار يعني من 2000 أو 1999 قداش بده يكون نعمرنا يعني يعني أنت في 32 سنة يعني ففي نوع من العنف وإيش يعني أنه الواحد يعني إحنا أصفار يعني قال من السبع ورمين طبعا في ذلك الفترة أنت كنت تقترب من الأربعين أو بالأربعين يعني قريب يعني أقل من الأربعين من سبعة وخمسين لسبعة وثسعين آه ثلاثين ذا أربعين تقريبا يعني أنت بدك صغر حالا كنتا بدك صغر حالا كنتا بدك صغر حالا كنتا فالكلمة هاي استفزتنا كثير لما قال اللي بنزم من تحت القارمة يعني بدقو منه شغير ومن ستة ستة واربين كثير ناس خرجوا من الإخوان وصطوا على خاني أقارها في الطريق تاريخ الإخوان بشكل عام حافل بشخصيات خرجت أو أخرجت من الإخوان وأبدعت خارج صفوف الإخوان كأشخاص كأفراد كأشخاص لكن للأمانة أنا هذه الكلمة صعقتنا وإحنا مجموعة كانت مجموعة من العفريت كانت في الصلط في عملها ونشاطها ما كانت تعرف الكلل ولا الملل وكانت ليلها ونهارها كله للإخوان ومنغمس في العمل التنظيمي والعمل السياسي والعمل التربوي يعني كانت هذه المجموعة تشكل يعني دينوم وحقيقة في جسم الجماعة فلما تحدث معنا بهذه الطريقة يعني نطلع على بعض أنه إحنا أصفار يعني إحنا القدي لا بأننا نثبت لهم أنه إحنا قادرين نعمل شيء فرجعنا وبدأنا يعني نفكر في تأسيس حزب إسلامي يكون يعني إطار أوسع وفي نفس الوقت يعني لن يكون هذا الحزب موجه ضد الإخوان بأي حال من الأحوال وبدأنا بالتواصل مع كثيرين من من خرج من الإخوان عبر سنوات طويلة واستقطب الحزب الحقيقة كثير من الشباب والقيادات وبدأ الحزب يعني ينشط وينمو وكما قلت لك يعني بدوا الإخوان يحسوا أنه في يعني في حزب قاعد بتشكل فبدأت الماكنة تشتغل ضد الحزب وضد أعضاء واتهام وتخوين وهذه العادة المعروفة يعني إلا أننا لم نرد أبدا بالإساءة في أي لحظة من اللحظات وشارك الحزب في الانتخابات في 2003 وشارك في انتخابات كمان 2007 ونجح منه نائب واحد كان في منطقة الأبوار وبقي الحزب محافظ على استقلاليته لم يقبل الحزب منذ عام 2001 منذ تأسيسه إلى عام 2010 أو 2011 لم يقبل أن يكون رهين لأي جهة أو هيئة أو مؤسسة أو جهاز في هذه الدولة كان الحزب معبر عن أعراء أعضاؤه والحزب استقطب قيادات من مختلف أنحاء الأردن ومن مختلف الشرائح ومن الشباب ومن النساء وأصبح له فروع في معظم المحافظات وكان يقوم على هذا الحزب أعضاؤه بالتمويل والدعم وإلى غير ذلك إلى أن جاء عام 2010 2010 طبعا أنا شاركت في لجنة المثاق الوطني اللي الملك دعا إلها عندما بدأ الربيع العربي 2010-2011 وكان هناك مرحلة جديدة طرحت في البلد والإخوان قاطعوا هذه المرحلة كما تذكر وكان هناك حاجة لأن يكون هناك ملء لهذا الفراغ بحزب إسلامي كان هناك هذا الحزب قد أصبح مهيئ في كل المخافظات ولديه رموز ولديه أشخاص طرحنا أنفسنا ووجد الحزب في ذلك الوقت بيئة وأرضية ممهدة وحضي بدعم كبير جدا من قبل الدولة ليكون الحزب في البرلمة وكبديل لجبهة العمل الإسلامي ليكون نعم ليملأ فراغ غابة عنه الجماعة وغابة عنه وحزب جبهة العمل الإسلامي نعود إلى مزيد من الحديث عن هذا الحزب وعن مشروعكم لكن في الحلقة القادمة إن شاء الله إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر